أهلا بحضراتكم الجديد النهاردة الأهل استقنف تدريباته استعدادا لمباراة الخميس مع الزمالك في نهاية كاس مصر النسخة الأديمة نسخة الموسم الماضي الفريق كان خادم بارح راح بعد مباراة بيرامز أمس الأول في الدوري وريكاردو سوارش قاد هذا المران اللي كانت فيه تفاصيل كتيرة النهاردة والجهاز الطبي يمكن اهتم بتست لمحمد هاني وبرستاو اللي راجعين من إنصابة واقترب من العودة للملعب النهاردة فيه فحوصات كاملة ليهم وتست احتمال بكرة أو النهاردة يقرر موقفهم من دخول قايمة المباراة إن شاء الله نتمنى بقى يعني كفاءة إصابات والخبر السعيد أن أكرم يعني يعني آه بقى خلاص قريب آه ما هو دي إضافات لأن الناس اللي مش عارفة واللي عملته قايم النادي الآلي النادي الآلي لعب ماتشات كتير غايب عنه خطة فعب الكامل بالكامل بما فيه مجون أحيانا أي فالنتائج المتزبزبة دي كان فيها ظروف غريبة جدا لكن الأمر لا يخلو من بعض بصها أستاذ إبراهيم آه اللي مدعي الناس إيه آه وأنا منهم على فكرة بس المسؤولية أحيانا بتخليك تختار آه يعني الموقف آه اللي مدعي الناس إنها إنها شايفة إن فيه سيناريات أخطاء ملهاش معنى بتحدث بتضيع منك فرص أنت تعلم أن التحكيم لن ينصفك تعلم أنه سيكون له دور في توجيه البطولة تعلم أن الإعلام سيقف في ظهرك تعلم كل ده فكان الحل الوحيد إنك إنت بقوطك الزاتية تتجاوز هذه الأمور بفارق نقاط يؤمنك ضد هذه الأحداث أما وقد حدث ما حدث فربك كبير وتعود الحقوق إلى أصحابه بإذن الله إن شاء الله